موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان يتميز بالمسيح أن له سلطان فائق وقدرة فائقة أيضا فالمسيح طبعا كان شخص حقيقي له مصداقية وواحدة من الشهادات الكثيرة هي شهادة أعماله وطبعا حياته أعماله كان يفعل المعجزات الخارقة معجزات قوية جدا أمام الجميع فكان له سلطان أن يهدئ الرياح والعواصف أن يخرج الشياطين أن يقيم الموتة يشفي المرضى وحتى كان له قوة على العناصر مثل تحويل الماء إلى نبيذ والمشي على الماء وهكذا ولكن في هذه الحلقة سنتكلم عن اللمسة المطهرة والمقصود معجزات المسيح في تطهير الأبرص أو البرص الكثيرون كما يقول العهد الجديد وهذه معجزات تظهر قدرة المسيح وسلطان يسوع المسيح على كل شيء فهو نبع القداسة هو نبع الطهارة الذي لا ينجسه برس أو موت أو أي مرض ولكن لمسة واحدة كفيلة أن تشفي وأن تطهر وأن تحرر الإنسان كاملا فابقوا معي لأنه رح نتمتع ونشوف قدرة المسيح على تطهير البرص وشو الدرس اللي ممكن نتعلمه في هذا الموضوع سأعود بعد قليل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثي اليوم عن اللمسة المطهرة أو المقدسة ورح أتكلم عن معجزة تطهير الأبرص وقبل ما أبتدي بالحديث أحب أقرأ بعض الآيات من إنجيل متى أو بشارة متى في الإنجيل المقدس الإصحاح الثامن مبتدئاً من الآية الأولى ولما نزل من الجبل يعني المقصود بعد عظة الشهيرة وتعليم المتفوق على الجبل تبعته جموع كثيرة وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلاً يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلاً أريد فطهر وللوقت طهر برصه فقال له يسوع انظر أن لا تقول لأحد بل اذهب أر نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم يبارك لنا الرب كلامه على ما سمعنا في هذا الوقت أول منزل يسوع المسيح من الجبل جاء أبرص إلى يسوع وسجد وقال إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلاً أريد فطهر فإذن قبل ما أبتدي عن الحادثة إيه الموضوع البرص اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس وبالحقيقة العهد القديم يعني كرس له إصحاحين أو ثلاث إصحاحات وأكتر عن البرص وأنواع البرص سواء في الناس في الملابس في المنازل إلى آخرهم في سفر العدد هذا المرض مرض البرص يمكن اليوم قضوا عليه إلا يمكن في بعض الدول في مازال بعض البرص موجودين ولكن اليوم نشكر الرب من أجل الطب أنه اخترعوا أدوية اللي تقضي على هذا المرض ولكن ليس كما كان في أيام المسيح فهذا المرض خطير جدا بكل معنى الكلمة هذا المرض هو مرض عضال كريه جدا خبيث مرض ما يسمي الكتاب المقدس نجس هذا المرض على فكرة وراثة أيضا ومرض معدي يعتبر ضربة بل لعنة وهذا المرض بحسب التقليد بيجيب الحظ السيء المرض هذا بيبتدي بالجلد في بياض معين وبعدين بيبتدي ينتشر فالجسم أو الجلد الأطراف بتبتدي تتقرح تتجرح وتتقيح وبتبتدي الأعضاء والأطراف بالذات في التساقط مثل عقد الأصابع الأطراف الآن في صقف الحل وطبعا هذا المرض بسبب خطورته ولأنه مرض معدي جدا ينبغي إبعاد المريض عن المجتمع وطبعا إذا بتنظر سفر اللويين صحاح 13 وصحاح 14 منشوف أنه كيف هذا السفر يعني بيوصف هذا المرض الكريه اسمحوا لي أقرأ بعض الآيات بس حتى نأخذ فكرة عن هذا عن هذا المرض في صفر اللويين صحاح 13 خليني أقرأ صحاح 13 ولكنه موجود بشكل أكتر من بداية الإصحاح و14 أيضا ولكن في آية 44 فهو إنسان أبرص من بعد ما حكم الكاهن وشافه وفحصه بيحكم أنه هو أبرص إنه نجس فيحكم الكاهن بناجسته إن ضربته في رأسه والأبرص الذي فيه الضربة تكون لاحظ المواصفات تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوف يعني شعره كمان أشعد يغطي شاربي ينادي نجس 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 كل الأيام اللي فيه الضربة مكتوب يكون نجسا إنه نجس يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه فتخيل أنت وضع هذا المريض فلازم تبعده عن المجتمع وهذا يعتبر الموت البطيء التدريجي لما بيبتدي الجسد يتآكل حتى الانتهاء هذا المرض أحبة أو المريض بيكون محروم دينيا بيكون محروم من العبادي كليا محروم من المجتمع اجتماعيا أو الاقتراب من الناس ممنوع محروم عائليا تخيل أن الشخص الذي يصاب بهذه الضربة ضربة البرص لا يستطيع أن يقترب إلى زوجته ولا يقدر أن حتى يحتضن أولاده أو يقبلهم هذا المرض كما يقول كتاب يشير إلى النجاسة والخطية كما وصفه الشعياء النبي أن كل الرأس مريض كل الجسد ضربة يعني اقرأ شعية الإصحاح الأول ضرب من هامت الرأس إلى أخمص القدمين هذا هو حالة البرص الروحي اللي بيتكلم عنه الشعياء النبي أو كما قال النبي إرمياء عندما جاء البابليون ودمروا أورشاليم ويقول في الإصحاح الرابع آية 15 حيدوا نجس ينادون إليهم حيدوا لا تمسوا طبعا هم يتكلم عن القادة الدينيين اللي تسببوا بسببهم الرؤساء والأنبياء والكهنة طبعا الكذبة كلهم اللي تسببوا في ضمار أورشاليم وطبعا الكتاب المقدس بيذكر بعض البورس في العهد القديم وخليني أستعرضهم بشكل سريع أنا كتبت في العهد القديم على الأقل سبع أشخاص أول واحد صدق أو لا تصدق موسى رجل الله في سفر الخروج إصحاح الرابع والآية ستة وسبعة عندما أدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل التلج طبعا هذه كانت آية أو علامة حتى يصدقوه أنه مرسل من عند الرب وهذه العلامة كانت أولا للقيادة الدينيين في شعبه رؤساء طبعا وهذه الآية كانت أمام فرعون من بعد ما العصى عصى موسى التي تحولت إلى أفعى أكلت بقية الأفاعي والعلامة الثانية علامة في الجسد لأن المصريين القدماء كانوا يحبوا الطهارة ومشان هيك حتى لما بتشوف الأفلام دائما حلقين وبيهتموا كتير في النظافة والغسلات ولسيما في نهر النيل النهر المقدس بالنسبة للمصريين القدماء فكان أول شخص هو موسى ثم أخت موسى مريم النبي أخت موسى وهارون عندما بالحقيقة تمادت على دعوة موسى ومسحته من الرب فضربت بالبرس ضربة من الله وبقيت خارج المحلة يعني خارج الكامب لمدة سبع أيام في سفر العدد إصحاح 12 وطبعا هون بحذرنا من الكلام على أنبياء الله وعلى القديسين وطبعا هذا أيضا خدام الله الشخصية الثالثة في الكتاب المقدس اللي هو نعمان السرياني نعمان كان رئيس الجيش جيش أرام بس كان عنده مشكلة كان مصاب بالبرس وبعدين ذهب إلى نبي الله في إسرائيل النبي أليشع النبي أليشع طلب منه أنه يغتسل في الأردن يغتس سبع مرات في الأردن ولما أطاع طبعا النبي رجع مكتوبة رجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر هاي القصة موجودة في ملوك التانس ها خمسة وطبعا أشار إلها المسيح في لوقا أربعة في مجمع الناصرة ثم الشخصية اللي المفروض يتعلم من النبي أليشع اللي هو جيحزي خادم النبي أليشع جيحزي ضرب بالبرس هو عائلته بسبب طمعه للمال عندما رجع لنعمانه طلب الفلوس ولم يحترم المسحة ولم يكرم رجل الله أليشع فكان نبوة أليشع ضربة بالبرس هو وجميع عائلته الخمسة رقم خمسة الكتاب المقدس بيتكلم في ملوك التاني صحاح ستة عن أربع برس وصحاح سبعة عن أربع برس رجال البرس الأربع وهدول البرس على فكرهم بحسب التقليد اليهودي من عائلة جيحزي يعني الأحفاد بيكونوا بتوع جيحزي لأنه كان عندهم السلطة أنه يتكلموا عند باب المدينة يتكلموا للملك فهلاء الأربعة كانوا سبب خلاص لمدينة السامرة بسبب الحصار الشديد اللي حصل على يدي ملك أرام وهذا الحصار الشديد تسبب بمجاعة فضيعة بتضخم مالي كبير حتى الأشياء النجسة صارت تباع بأسعار غالية جداً ولكن بسبب نبوة أليشع النبي أليشع تم طبعاً كلام الرب وهرب أرام وطبعاً البرس كانوا سبب يعني خلاص للسامرة طبعاً أخذوا كل الممتلكات بسبب هروب جيش أرام وطالما ذكرت هذا الموضوع خليني أقول يعني الجدير بالذكر في الكتاب المقدس أنبياء الله أحباء تنبأه فالنبي هو الذي يتنبأ ويتكلم وتتم نبوته فإذا أي شخص بيدعي النبوة ليش الكتاب بيسمي في كتير أنبياء كذبة وحتى لو أجر معجزة ولكن مش بحسب كلمة الله أو التسلسل الكتابي في الكتاب المقدس فيعتبر نبي كذب الأنبياء اللي تنبأوا أحبائي تمت نبواتهم مثلاً إليا في ملوك الأول صحاح 17 قالت المرأة الإليّة هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق طبعاً لأنه أقام ابنها وفعلاً تمت النبوة كذلك النبي أليشع الشنمية المرأة الشنمية قالت قد علمت أنه رجل الله مقدس وطبعاً أقام أيضاً ابن المرأة الشنمية فإذن دايماً النبوة مثل رجال الله مثل موسى مثل إليا مثل أليشع دايماً دعوتهم مصحوبة بمصداقية أمام الجميع هو الشفاء وفعل المعجزات وإذا لم تتم النبوة على طول هذا الشخص كاذب فمثلاً في نبي آخر واحد اسمه ميخا بن يملى تمبأ هذا النبي بموت عائلة أخاب بالتفصيل وبالتطقيق أيضاً وطبعاً أخاب انتقموا وقال حطوه في السجن في الزنزانة حتى أرجع شو كان كلام النبي لأخاب فقال ميخا إن رجعت رجوعاً بسلام فلم يتكلم الرب وقال اسمعوا أيها الشعوب أجمعون كل الناس اللي شايف مثل يهوشفات والجيوش يهوذة مع إسرائيل اللي كانوا على وشك يحاربوا فتمت نبوة ميخا بن يملى هلاء الأنبياء عاشوا حياة مقدسة طاهرة لم يتزوجوا أو يتزوجوا يعني نساء كثيرات لم يجمعوا الثروة ولا النساء مثل الأنبياء الكذبة الأنبياء الكذبة فعلوا هذا لم يستطيعوا أن يتنبأوا وتنبأوا بنبوات كاذبة جمعوا المال والطمع والخيل والنساء لكن أنبياء الله كان حضور الله فيهم مهابط الله موجودة كانت علامة واضحة في هؤلاء الأنبياء هؤلاء الأنبياء استخدموا سيف الكلمة مش سيف الحرب والسبايا والقتل والجواري ما عاشوا أنبياء لتتميم رغباتهم بل بالعكس كانوا يعيشون حياة الاكتفاء والتقشف فكانوا مثال صالح فعلا للنبوات أيضا أحباء في الكتاب المقدس نشوف داود لعن بيت يؤاب بيت يؤاب رئيس جيشه اللي هو أيضا يؤاب يعني من عيلة داود النبي داود الملك ليه وضع اللعن بسبب قتله أبنير أبنير كان رئيس جيش شاول ولكن انضم لجيش داود وأعطاه داود المعاهدة والسلام والصلح ولكن غدروا يؤاب رئيس جيش داود في وقت الصلح وهي طبعا إذا في عهد أو في صلح بحسب العهد القديم وشخص بينقض هذا الصلح أو هذه المعاهدة كان يعتبر لعني وضربي مشان هيك بسبب قتله لأبنير داود لعند يؤاب وعيلة يؤاب بالبرس تنبأ عليهم بالبرس والشخصية الأخيرة في العهد القديم هو الملك عزية ملك يهودة وهذا الملك بكل بساطة عندما خان يعني خان الرب دخل إلى بيت الرب يعني إلى الهيكل في مكان مش مفروض يدخله ودخل حتى يوقد على مذبح البخور يعني معاه مبخرة وبيدي يبخر ويقدم البخور على مذبح البخور وطبعا الكهنة كلهم اعترضوا ونتيجة الأمر الرب دربوا بالبرس لأن هذا فقط هو من اختصاص الكهنة مش مش الملك وطبعا طردوا من الهيكل وكان بعزلة إلى يوم ما ماته فهؤلاء البرس كانوا في العهد القديم ابقوا معيسى اعود لاستكم الحديث عن هذا الابرس من كلمة الرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا حبائنا مشاهدينا حديث عن تطهير الابرس اللمسة المطهرة المقصود لمسة يسوع المسيح جاء الابرس بالحقيقة هذا الشخص كان والحق يقال شخص محترم محترم جدا بكل معنى الكلمة ولكن خلينا اقول شيء مهم احنا قرأنا بالعهد القديم يعني شو الابرس فهذا الشخص تخيل يعني اذا المسيح نزل من الجبل وكان مش اقل من عشرين ل تلاتين الف شخص اللي عم بيتبعوه بيمشو وراه كيف منعرف من معجزة اشباع الالاف هذا الابرس يعني جاء مجازف بحياته لانه المفروض ان يكون من مسافة بعيدة وانه الامر لازم يكون واضح ملابسه مشقوقة ممزقة شعره مكشوف اشعر يغطي لحيته لحيته او يعني اللحي مع الشوارب مغطي لانه هذا المرض بيدخل صقف الحلق والانف والفم يعني بيوكل كل الجسد يتشوه وبعدين لما بيقترب من الناس لازم يصرخ يعني بحسب الشريعة نجس 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 حتى اليهود وضعوا قوانين كم متر ممكن يقترب واذا فيه رياح شديدة اكم متر لازم يكون بعيد كل هذه القوانين وضعوا معسكرات معينة حتى يودوا الاكل بدون يكونوا من بعد ففعلا هو يعني هو ميت مع انه حي ولكن هذا المريض جاء الى يسوع المسيح وسجد وجثى بحسب انجيله قوى ومرقص في الحقيقة اجا حامل ايمان جبار ايمان حقيقي وفي نفس الوقت اتضاع لا مثيلة له اتضاع عظيم جثة جثة معلن خدوعه جاء يعني بكلمات اخرى بحالة مستقتلة جازف بكل معنى الكلمة حتى يحرر يشفى يطهر من هذا المرض البغيد الكريه وكأنه عندما جاء وجاء الى يسوع كأنه يقول يا يسوع النموس بيفضحني بس النموس كمان بيكشف ضعفي وبيكشف عجزي ومش بس انه بيكشف انه بيفضحني والاصعب انه بيحكم علي وها انا مريض محكوم علي كأنه سجن مؤبد في زنزاني لوحدة بس انت اما انت يا سيد ان اردت تقدر انا عارف تقدر ان تطهرني تحررني من هذا العذاب الاليم العذاب المرير ليلا ونهارا هذا المريض او هذا الابرس كما وصفه الطبيب لوقا في بشارة لوقا بكلمتين مملو برسا يعني وضعه اصعب مش من الامراض الخفيفة لا لا مملو برس يعني خلاص كل جسم فهي مجازفة بكل معنى الكلمة للناس يحق ان يرجمو يطردو يضربو بالحجارة خوفا من العدوى انه يعديهم من هذا المرض الخطير ان اردت لكن لاحظ يسوع شو ما اكتب عنه تحنن المسيح ولمسه لمسه بالاول في الحال طهر من برسه ولمس داخله لقد هذا المريض اكرم المسيح بايمانه لقد جاء للمسيح رغم كل الموانع الشرعية بعدم الاقتراب او اللمس لانه كان مملو برسا بحسب لوقا صحاح 5 هذا الابرس اعلن ايمانه بالمسيح انشئ امن بقدرة المسيح امن بحنان المسيح وشفاقته جعل شفاءه رهن ارادته ارادة المسيح لم يعرض نفسه يعني ما اقتحمش المسيح بل اعلن رغبته عرض رغبته للشفاء ان ارد بكل الاحترام والخشوع والسجود لرب المجد الرب يسوع ان اردت تقدر انا بعرف بس بالحقيقة اذا انت عندك الرغبة حباء يسوع عنده الرغبة وعنده الارادة وعنده القدرة والقوة والسلطان على الشفاء جاء للشخص للرب يسوع المسيح فجعل شفاءه رهن ارادة يسوع المسيح ترك الامر ليسوع المسيح بكلمات اخرى احترم حرية وارادة المسيح وهكذا المسيح عادة بيحترم ارادتنا وبيحترم حريتنا الا اذا وصلنا لحال مثل المفلوج في بركة بيت حزدة يعني مكتوب عنه هذا رآه يسوع وعلم ان له زمانا كثيرا فسأله اتريد اتريد ان تبرأ اجاب المريض وقال يا سيد ليس لي انسان يلقين في البركة متى تحرك الماء بل بين مناءات ينزل قدام اخر وهنا المسيح عالج ارادة هذا المريض قال له قم احمل سريرك وامشي وفعلا قام في الحال وشفي ومشى امام الجميع بركة بتحزدة اللي هي موجودة في القدس في اور شليم مرة تانية احبائي يسوع كان في اريحة اعمى بارتما والسمع عن يسوع صرخ يا ابن داود ارحمني ارحمني وقف يسوع وسأله ماذا تريد ان افعل بك يعني اجاب الو اجاب المريض وقال يا سيد ان ابصر فرد له البصر والبصيرة في آن واحد تبع يسوع الى اور شليم وهنا احبائي هذا المريض جاء الى يسوع وقال له يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني اجاب يسوع وقال له اريد فاتهر مش مجرد كلام لمسه طهرة تكلم الكلمة وبسلطان المسيح شفية وخلص بالكامل هذه ارادة الله الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون لاحظ احبائي احترم حرية وارادة المسيح كما ان المسيح بيحترم رغبة وارادة ايضا الانسان شهد لسلطان المسيح ولكن الشيء المهم انه جاء ساجدا سجد له والرب يسوع قال للرب الهك تسجد وإياه وحده تعبد ولكن المسيح هو الله الظاهر في الجسد ولاحظ قبل السجود وقبل العبادة الم يقل يسوع انتم تؤمنون بالله فامنوا به وهل توجد اي اوضح ان يسوع يقول امن فيه مسيح شجع على السجود وقابل السجود كما فعل مع المريض المولود اعمى في يحنى تسعة فوجده يسوع وسأله اتؤمن بابن الله اجاب وقال من هو يا سيد حتى اؤمن به اجاب يسوع وقال له الذي يتكلم معك هو هو يعني يهو اهيا الذي اهيا امن سجد وامن بالمسيح انه ابن الله الله الظاهر في الجسد وهكذا المجوس عندما جاءوا الى يسوع وسجدوا وقدموا له هدايا فاذا المسيح لم يعترض على السجود ثم مصداقية المسيح احبائي تظهر هوية يسوع الله فقط ما فيش حد تاني ممكن يبرئ من مرض البرس وهنا اظهر لهوته المبارك وارادته المباركة عندما قال اريد ومن يستطيع ان يقول اريد عالة النبي يقول باذن الله منصلم نطلب واجه الرب ولكن المسيح معجزاته كانت تلقائية علنية بالفور اريد وبالحال طهر هذا هذا المريض شيء اخر المسيح هو ينبوع بالمصدر القداسة والطهارة فالمسيح لم يتنجس بلمسة الابرس بل طهر الابرس بلمسة يسوع هذا هو يسوع المسيح يسوع المسيح ما بتنجسش لا بمية ولا بنزيف دم ولا باي شيء المسيح في قرية نئين لمس النعش يعني الميت فقام الميت لمسته نازفة الدم فجف ينبوع دمها لقد لمسه هذا الابرس فطهر فطهر لأن المسيح حنان مكتوب أيضا وجميع الذين لمسوه يبتكلم عن كل أنواع المرضى والمرضى اللي منهم كتير نجسين في حالة نجاسة اللي لازم يقوموا في الشرائع والطقوس ولكن لمسوا وجميع الذين لمسوه أي لمسوا يسوع المسيح شفيوا الرب شفاهم أيضا ونالوا الشفاء إنها اللمسة المقدسة والمقدسة إنها اللمسة الطاهرة والمطاهرة أحبائي إنها لمسة يسوع المسيح الشافية المسيح كان ممكن ينطق كلمة ما هو فيه معجزة ثانية عشر برس فعل مع العشر برس اللي وقفوا من بعيد وصرخوا قالوا ليسوع ارحمنا قال يسوع من مسافي اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة وفيما هم منطلقون وإنها رحين يعني لأورشليم طاهروا في لوقع إصحاح السبعة عشر فإذا أحبائي لم تتم المعجزات لمجرد استعراض قوة لهوته فقط لكن إعلان محبته محبة الله أحبائي معجزات المسيح بدون أدنى شك ما تركش الشخص حتى يتردد صنع ولا ما صنعش كانت أعلانية أمام الجمعة كانت مرئية الناس عم بتشوف في العين المجرد معجزات المسيح كانت للخير كانت للبركة كانت معجزات رحمة محبة رآها الأعداء والأحباء الأعداء حتى تشاوروا كيف يتخلصوا من يسوع لأنه ناس عم تمشي عم بتآمن عم تتبع يسوع المسيح معجزات قوية جدا أمام العيون هو الذي قال أحباء يسوع نفسه لاحظ العم يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون أريد أن أضيف طبعا كتابي مش بضيف على كلمة الله والشياطين يخرجون حتى المسيح أعطى السلطان للتلاميذ في متى عشرة قال اكرزوا طبعا بملكوت الله اقترب اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى أخرجوا شياطين فإذن حتى أعطى هذا السلطان للتلاميذ فالمسيح هو واضع النموس هو رب النموس لا يتنجس بلمسة الأبرص بل يهرب البرص والوباء قدامه مع هذا أحبائي لم يرتد المسيح إلى فرائد العهد القديم جاء ليكمل يعطي بعد روحي تفسير روحي أهم حتى نفهم الغرض من الشريعة في العهد القديم لذلك أمر المسيح الأبرص اللي شفيا قال له اذهب وأري نفسك للكاهن طبعا لازم يروح لقور شليم لكي يحكم الكاهن بشفاءه طبعا المقصود لكي يقدم ذبيحة فيصير طاهرا حتى يحق له العودة إلى منزله ويحق له للاشتراك في العبادة مع بقية العابدين في هيكل أورشليم مع أن هذا طبعا ابتدأ يعني بمرقص مكتوب أن هذا المريض ابتدأ يخبر كل الناس وأكيد هو رايح لأورشليم كان بيخبر كل الناس عما فعله يسوع في مرقص الإصحاح الأول لكن لازم يروح لأورشليم لازم يتحمل تكليف وعناء السفر ومدة الإعلان لشفاءه حبائي إعلان تطهير الأبرز في طقوس وفرائد وأيام وغسلات وأمور اللي تحتاج إلى توقيت يعني طويل حتى بالنهاية أن الكاهن يعلن ويحكم براءته أو بطهارته أيضا فإذن ليش هذا مهم جدا لأنه بعد شفاءه هذا الأبرز يستحيل أنه يمشي بين الناس أو حتى يتعامل معهم لأنه عارفين أنه أصلا أبرز إلا بعد أن يمنح الكاهن شهادة موثقة أنه صار طهر ولكن من ناحية تانية يستحيل على الكاهن أنه يعطيه الشهادة إذا لم يأتي الأبرز ويقدم الذبيحة اللي هي ذبيح التطهير الأبرز فالأمر مشترك فلا يستطيع أن يتحرك اجتماعيا أو دينيا إلا أن يرى الكاهن ويحكم بطهارته ولا يستطيع أن يحكم الكاهن ببراءته إلا إذا جاء ليقدم الذبيحة المطلوبة بحسب لويين 13 و 14 لتطهيره من هذا المرض النجس فإذن هيك كان يعني التطهير بحسب العهد القديم وهكذا الرب يسوع يعني عندما طهر البورس العشرة تسعة كملوا لأنه تسعة كانوا يهود لازم يروحوا لأورشليم حتى يحكم الكاهن بطهارتهم لكن في واحد بسمي يسوع غريب الجنس اللي هو سامري هو أصلا ما بقدرش يروح لأورشليم لأنه اليهود لا يعاملون السامريين ولكن ممكن يروح على جبل جرزيم لأنه شريعة السامريين بآمنوا في الطورة الطورة يعني خمس أصفار موسى حتى يحكم أيضا الكاهن السامر ولكن هذا الشخص اللي رجع ليسوع المسيح شكر وكان بالفعل ممنون للرب شعر بعرفان وجميل واو فسأل يسوع أين التسعة وكان المسيح عم بيسأل اليوم أين التسعة أين الأغلبية في هذه الأيام وللأسف مسيحيين اللي مش شايفين جهدين بعيدين يؤمنوا إيمان سطح شكلي بيسوع المسيح لكن لم يختبروا الحياة لم يختبروا الولادة الروحية الثانية أين التسعة أين هم الناس الذين يسمعونني هل بتفكر لأنك أنت ولدت مسيحي رح تطلع على السماء أنك أنت مسيحي لا في أخبار عاوز أقولك إياها إذا ما اغتسلتش بدم المسيح واتطهرت بدم الرب يسوع المسيح فأنت هالك لا محالة أين التسعة أين الناس التي تسمع في هذه الأيام طوبة للذين يسمعون طوبة لهم طوبة للناس اللي فعلا بتسمعوا بتخضع وبترجع للرب يسوع المسيح أين التسعة انشغلوا بأنفسهم وبشفاءهم وكتير ناس عاوزين مسيحية فيها شفاء وبركات وبركات من غير دفع أي ثمن للمسيح علي حال هذا السامري رجع وشكر الرب يسوع المسيح أين الناس التي لا تشكر ولا تمجد الله مع أنه كان سامري ولكن أظهر فعلا إيمان عميق بالرب يسوع المسيح أليس عجبا إذا كان الكل يهود والأغرب يعني بتعجب اللي جمع العشر برس هو المرض البرس واللي فرق العشرة هو الشفاء مش اليوم عم نشوف نفس الظاهرة اليوم أقولها بأسى وأسف وحزن يعني العالم اللي بيجمعهن ظروفهن لأنه كل العالم بغض النظر مثل المسيح يهودي بوذي اللي بيجمعنا عندنا نفس الاحتياجات الجسدية والنفسية والروحية وليس عجبا أنه بعد ما نختبر أو نقول إحنا مسيحيين نتفرق ننقسم نتحذب نلوم نشتكي ونهاجم الآخرين كتير مرات باسم الدين باسم الكتاب أو باسم المسيح اللي جمع العشرة لأنه لازم يكونوا بعاب عن الناس المرض اللي فرق العشرة واحد كان عنده أدب وفهم شو اللي صار معاه ترك التسعة ورجع ليسوع المسيح وأنا بدعوك اليوم أنك ما تتبع الأغلبية التي ترفض المسيح وبتحاول تعطي كل المبررات سواء العلمية أو المنطقية أو النفسية أو الاجتماعية الرجوع إلى يسوع المسيح اللي بيجمعنا هو يسوع المسيح مش بفرقنا فالمسيح هو رأس الجسد ونحن جسده ونحن جميعا سقين بالروح الواحد ثم المسيح أحب بائمات من أجل المسيح يعني سفق دمه من أجل كل الناس لكي لا يهلك كل من يؤمن به ولكن كل من يأتي إلى يسوع المسيح يتبرر يتغير يتحرر ويصبح خليقة جديدة في يسوع المسيح أحباء شريعة التطهير كما ذكرت تطلب تقوس وأنا مش عاوز يعني أروح في تقوس العهد القديم الطويلة لكن بعد نهاية الأمر بكل بساطة حتى يرجع يتقدس ويدخل الجماعة المقدسة يعني بساطة كان لازم يروح للكاهن بجيب عصفورين عصفوران حيان ولاحظ لازم يجيب عصفورين لأنه هاي بغض النظر فقير أو غني لازم تجيب عصفورين ومع العصفورين لازم تجيب خشب الأرز خشب الأرز معروف عنه بالقوة والثبات وأنه هذا الخشب لا يتسوس ثم ماء حي شو يعني ماء حي؟ يعني لازم تجيب المي من ماء جارية مش ماء راكدة مي جارية حتى تكون مقبولة بحسب الذبيحة وطبعا قرمز وزوفة ليه؟ لأنه برس رمز للخطية والذي ذبح هو رمز للطهارة فشو بيعمل الكاهن؟ بيذبح عصفور في إناء خزفة وبيجيب العصفور الحي بيغمسوا في الدم يعني في العصفور المذبوح وبعدين يطلق العصفور الحي إلى الصحراء أكيد يمكن البعض اللي بشاهدني عنده اطلاع على العهد القديم كما التيسان في يوم الكفارة في العهد القديم يطلق تيس أيضا إلى الصحراء وبعد أن يقوم طبعا فيها فرائد كتير فيها غسلات فيها بيمسك الدم بحطها على شحمة الأذن اليمنى الإبهام الأيمن الإبهام الرجل الأيمن وبعدين بعد كل الفرائد لازم سبع تيام يعتزل ثم يغتسل ثم بيجيب الذبيحة والذبيحة طبعا فيه دبائح بيتكلم عنها ولكن برضو بهذا المكان أعطى فرصة للفقير ما بيقدر يجيب يعني خراف أو ما شابه فأعطى الفرصة أنه ممكن يجيب يمامتين أو حمامتين حتى يقوم بهذا التطهير وبعد ما يعطيه الوثيقة أنه حكم بطهارته بيرجع فرحان بيستقبل بيته أهله بيقبل أولاده وبرجع للعباده بترجع حياته نورمل كما كانت أحبائي يقول الكتاب أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم إحنا نتطهر بدم المسيح ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل إثم الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه أو كما يقول الكتاب اغسلني فأبيض أكثر من التلج يمكن لازم نيجي نعلن للمسيح أنه أنا أبرز فعلا فيه نجاسة فيه خطي عدم طارة ولكن المسيح بحبك وهو صنع هذا الخلاص والفداء حتى تتطهر بدم المسيح ثم يستمر هذا التطهير والغسل عن طريق الكلمة اللي بتنقينا بتقربنا بتشبهنا أكثر ليسوع المسيح ولكن لازم نيجي مثل الأبرز بالتضاع بسجود لرب المجد نيجي بحالة يعني دسبرت مستقتلة مش لازم يعني مش راح أرجع إلا ما أنال الشفاء وأطلب من يسوع تطهير الخطياء وشفاء مرضي أيضا ألم يعد الكتاب المقدس ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها أشعة المسيح ونور المسيح ومحبة المسيح بتلمس الأرض بنوره وتتطهر الناس وتأتي إلى يسوع المسيح المسيح هو الوحيد اللي بيستطيع أن يفعل هذا لا يوجد نبي ولا عظيم ولا أي شخص يستطيع أن يقوم بهذا اللي يصاب في ضربة البرس فقط نعمة يسوع هي اللي بتشفيه وهذا الشفاء الجسدي والنفس الروحي يسوع هو الذي يستطيع أن يقوم به معنا مكالمة خلينا أخذ هذه المكالمة أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مين معي هلو مرحبا أهلا وسهلا أهلين سامعيني أهلا وسهلا يعني مرحبا بك أهلا وسهلا أهلا مرحبا معكم آسيا من كندا أهلا وسهلا بك تفضلي مرحبا أنا بس عايز أحكي إزاي يعني حياتي تغيرت بعد الإيمان بالمسيح يعني تفضلي حياتي كانت يعني حياة جامدة حياة ما فيه أروح يعني فحسيت أن حياتي تغيرت لله أحسن وحياة بيقيت فيه أروح لما تؤمن إيمان حقيقي بتحس بالسلام بالسلام الداخل وبتحس أنه حياتك فيه أطمانينة بتحس أنه فيه حدا معاك يعني لما تهدجي لك يعني تقول تمجل يا يسوع وأنا محتاجة لك دائما بتلقاه وهو قدامك يعني فالحياة في المسيح حياة فيها أطمانينة فيها حياة فيها روح يعني فيها إجباع روحي يعني أنت ما تحس أنك كان محتاج لحاجة بتحس أنك إنسان تولدت من جديد كأنك إنت تولدت النهار دا يعني من النهار اللي اللي أنت آمنت فيه تحس أنه حياتك إنك بديت حياة جديدة حياة فيها روح حياة فيها طمانينة حياة فيها سلام يعني إجباع روحي يعني وجسدي بتحس أنك إدعافيت يعني بس الإيمان الحقيقي بس تحس أنك إنت مؤمن إيمان حقيقي كل مخاوفك يعني بتروح بتحس أنك إنت مش خايف يعني بتحس أنك إنت داخل حياة جديدة توتى لحياة جديدة من الحياة من قبل يعني حياة مختلفة خالص من الحياة اللي أنت كنت عايشها الحياة اللي فارغة اللي ما عندها معنى بالذات لما حدا يكون جاي من الإلحاد فبكون حياته كانت فارغة بس هنا حياة مليانة يعني حياة يعني تحس أنه في حدا معاك مش لي وحدك يعني في حدا معاك يعني يساعدك ويأخذ بيدك على الحاجات وتتخطي الصعاب لما تندهل وجيه لك يعني أمين 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 شكرا لكي شكرا لكي أهلا وسهلا أهلا وسهلا ربنا يباركك وفعلا يقول الكتابة الإرهاب لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل المسيح مشي بين الناس اقترب إلى العميان وفتح عيونهم ولمسوه البرصة فطهروا من برصهم اقترب من الناس شف أمراضهم سدد احتياجاتهم المسيح المسيح عاش حياة طاهرة لم يجمع المال أو النساء أو أي شيء آخر جاء ليتمم مشيئة الآب جاء في رسالة سماوية وفعلا أكملها وأكملها على أكمل وجه لأنه قال قد أكمل على الصليب عندما قام بفداء الجنس البشري عندها نزل دم وماء وفاض ينبوع لشفاء البشرية كلها كل من يأتي إليه قال يسوع لا أخرجه خارجا إن هذا الينبوع لم يجف أحبائي المسيح صنع الفداء وقد أكمله ووضع رصيد في حسابك حتى تأتي إليه وتشغل وتفعل كل ما عليك تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ تخيل هذا الأبرس يعتبر نجس والبرس يعتبر رمز للخطية وما كان فيه يعني أي وسيلة تانية تخيل يبعد عن الناس ولازم يصيح ويصرخ ولازم يكون محروم من كل ملزات الحياة يعني الموت أسهل يعني اللي بيموت بيموت مرة واحدة ولكن هذا كل يوم بصحة ميت وبنام ميت هاي إذا عرف ينام وتخيل الناس اللي بتهينه واللي بتحتقره واللي بتنظر إليه إنه هاي ضرب هاي لعنة علي من الله ولكن المسيح جاء أحبائي أخذ أصقامنا وحمل أمراضنا في جسده الذي بجلدته شفيتم المسيح أحبائي جاء وحمل اللعنة اتصار لعنة لأجلنا لكي نتبارك بالرب يسوع المسيح تخيل يعني لعنة النموس لأنه مكتوب ملعون كل ما لا يعمل أعمال النموس وبعدين بقول وإن عملت كل عمل النموس وعثرت في واحدة فأنت مجرم في الكل فالشريعة النموس تحكم على الإنسان أنه خاطئ وتظهر خطيئة ولكن لا تخلصه لكن المسيح جاء وتمم النموس في شخصه المبارك الكامل ونحن في المسيح يسوع مكتوب أحبائي وجعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فإحنا أخذنا بر المسيح فالله ينظر إلينا من خلال بر المسيح وهي هي النعم الإلهية التي لا نستحقها هاي رحمة الله الممدودة إلى كل إليه وهاي محبة الله الغير محدودة فقط اقبلها في شخص يسوع المسيح لربما تقول أنا وصل حالة مثل هذا الأبرص عاجز مريض فاشل حتى إرادتي عاجزة خطيئة يعني أثقل من الرصاص تتراكم فوق رأسي وصار استحالي إنه أشوف النور كل ما حوالي ظلمة ووحل عم بتخبط مش عم بقدر يقول الكتاب التفت حتى وإنت في هاي الحالة التفت إلى النور واخلص يا جميع أقاص الأرض الذين نظروا إليه استناروا انظر إلى يسوع حتى لو ما قدرش تعبر بالكلام تقول له سامحني ارحمني من قلب مليان إنك عاوز ترجع للرب انظر قل له يا رب أنت شايف أنت عارف أنت أكتر واحد تعرف وضعي وحالتي له تعال يا رب ريحني من هالعذاب خلصني من الخطية الخطية اللي شلتني اللي قيدتني اللي وضعتني في الظلمة حبائي إن كانت خطياكم كالقرمز طبيات كالثلج يعني يقول كتاب كلنا كغنى من ضلالنا مننا كل واحد إلى طريق والكل بيؤمن أن المسيح هو الوحيد الكامل وهو الديان واللي رح يرجع إيدين تعال بمين بدك تقارن يسوع المسيح أصلا عيب تقارن يسوع الطاهر الكامل القادر على كل شيء قادر أن يطاهرك تحتاج لفته كل من يدعو باسم الرب يخلص هل أنت جريء اليوم مثل الأبرص إذا أنت جريء بغض النظر كنت مسلم أو مسيحي هل فيك تصلي تقول له يا رب افتح عيني إذا أنت جريء صليها افتح عيني لابد أن تحصل المعجزة تعرفوا يعني الناس مش عاوزة تقرأ في الكتاب المقدس لأنه خايفة لأنه بحال ما بيقرأوا بالكتاب المقدس الرب رح يغيرهم قوعك تسمع لناس أو قيادات ما هي هاي القيادات اللي ودت إسرائيل بميد داهية ودتهم للسبة سواء الكهنة أو الأنبياء أو الرؤساء كلهم كانوا سبب فشل كل الشعب واليوم اليوم لازم نتساءل هل فعلا الله عاوز يبعثنا على جهنم لا فتعال المسيح وعد بالحياة الأبدية تعال إلى يسوع المسيح وقل له سامحني على كل خطي وأنا بدعوك حتى تكون ربي ومخلصة في هذا اليوم إذا كنت بحاجة لمساعدة روحية وننصلي معاك اتواصل معنا بكل سرور راح نكون معاك ونقودك خطوة بخطوة وكمان تتبع الدراسات حتى تنمو أيضا في المسيح يسوع بصلي اليوم أنه ربي يطهرك من كل خطية يشفيك من كل مرض بصلي اليوم باسم الرب يسوع أنه يحول اللعن إلى بركة وبصلي أنه حياتك تكون كلها نور ومعجزة من الشفاء واتباع يسوع المسيح له كل المجد والرب يكون معك اشتركوا في القناة